اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ووزارة التربية والتعليم ووزارة الاسكان ووزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الى دراسة متطلبات الاهالي في المناطق المذكورة في المجالات الصحية والتعليمية والاسكانية والبلدية والتجديد الحضري والبنية التحتية والبيئة وفي سياق ذي صلاف قد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بإيجاد الحلول والمعالجة الفورية لاحتياجات منطقة سار واستكمال ما تحتاجه من خدمات وبمناسبة يوم المرأة العالمي فقد أشاد مجلس الوزراء بالقفزات المتسارعة وبالنجاح الذي حققته برامج تمكين المرأة والتي انعكست فيما تتبوأه المرأة البحرينية من مراكز على الصعيد السياسي والتشريعي والحكومي والمجالات الأخرى المختلفة مشيدا المجلس بمساهمة المرأة وبإبداعاتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلاد بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي أولا وافق مجلس الوزراء بناء على توصية مجلس الخدمة المدنية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على تعديل الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة وذلك باستحداث منصب مدير عام التخطيط والموارد بدرجة وكيل مساعد ونقل تبعية إدارتين إلى المنصب المستحدث وكذلك تعديل الهيكل التنظيمي لهيئة تنظيم سوق العمل وذلك بتقليص عدد نواب الرئيس التنفيذي للهيئة من أربعة إلى ثلاثة نواب والإبقاء على عدد الإدارات مع إعادة تسمية بعضها ونقل الآخر إلى قطاعات أخرى وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الفنية وإعداد الأدوات القانونية اللازمة لذلك ثانيا وجه مجلس الوزراء إلى تفعيل الدور الرقابي للوزارات والجهات الحكومية بما يفضي إلى مراعاة بيئة العمل للعاملات البحرينيات في قطاع الحضانات ورياض الأطفال لضمان أن تكون بيئة عملهم منسجمة ومتوافقة مع كل من قانون العمل بالقطاع الأهلي وقانون المؤسسات التدريبية والتعليمية وذلك في ضوء توصية اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية والاتصالات والإعلام والشباب واللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي ثالثا وافق مجلس الوزراء على إشراك القطاع الخاص من خلال المكاتب المساحية في إجراء المسح الأولي ووضع علامات الحدود للعقارات وإصدار شهادات المسح بعد اعتمادها من الإدارة المختصة وقرر المجلس تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تسجيل العقاري الصادرة بالقرار رقم عشر لسنة الفين وستة عشر وذلك بناء على التوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية رابعا بحث مجلس الوزراء تعديل قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية ويهدف التعديل إلى مسايرة الأنظمة المالية العالمية وتوفير حماية أفضل للمؤسسات المالية ويرتكز التعديل على محاور أساسية من أهمها توفير التغطية القانونية للخدمات المالية الإسلامية وتعزيز النصوص الخاصة بالرقابة على المؤسسات الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي وتعميق متطلبات الاستقرار المالي وذلك في ضوء التوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية لشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي وقد قرر المجلس إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 2006 إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية خامساً وفق مجلس الوزراء على اتفاقية التعاون والشراكة بين حكومة مملكة البحرين والمنظمة الدولية للهجرة لفتح مكتب لمنظمة الهجرة الدولية في البحرين وذلك بهدف تنفيذ برامج تدريبية وتقديم الدعم الفني لللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وفقاً للتوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية سادساً وفق مجلس الوزراء على مشروع قرار يعتمد دليل الاشتراطات والمعايير الفنية للخدمات والأنشطة التجارية الرياضية وينظم الدليل ضوابط الترخيص للأنشطة الرياضية التجارية ويحدد المعايير الفنية لمراكزها كما يحضر مشروع القرار مزاولة أي نشاط رياضي تجاري إلا بعد الحصول على موافقة وزارة شؤون الشباب والرياضة وذلك عملاً بتوصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية في هذا الخصوص سابعاً بحث مجلس الوزراء 11 مذكرة تفاهم واتفاقية بين مملكة البحرين وجمهورية توركمانستان وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي وزير الخارجية وقرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية وتغطي مذكرات التفاهم والاتفاقيات على عدة مجالات منها الخدمات الجوية والسياحية والثقافية والتعليم والنقل والرياضة والنفط والغاز والحكومة الإلكترونية والإعفاء من متطلبات التأشيرة لحملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة ثامنا بحث مجلس الوزراء انضمام مملكة البحرين ممثلة في الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء لعضوية المجلس العربي للتعاون الفضائي والنظام التأسيسي للمجلس المذكور والذي عرضه سعادة وزير المواصلات والاتصالات وقرر المجلس إحالته إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية تاسعا أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة وجامعة الأمير سونجاكلا في مملكة تايلاند والتي عرضتها سعادة وزيرة الصحة عاشرا وفق مجلس الوزراء على الإعلان المشترك بين هيئة البحرين للسياحة والمعارض بمملكة البحرين ووزارة الزراعة والغذاء والغابات والسياحة بجمهورية إيطاليا ويهدف هذا الإعلان إلى توثيق عرى التعاون في مجال السياحة بين الجانبين وزيادة التدفقات السياحية والفعاليات المشتركة بينهما وفوض المجلس وزير الصناعة والتجارة والسياحة بالتوقيع عليها